مرحبا برج السرطان اهلا فيكم في قراءتكم العاطفية قراءة رح تصلحك الطالع الشمسي وايضا القمري نمتدي اول شي ببرج السرطان ما الذي ينتظرك في الاسابيع القادمة مع الشريك طاقة الشريك او الحبيب الطاقة العامة للشريك وعندنا الكارتات اللي يتفرعون برج السرطان او الكارت عندك او الطاقة العامة الخماسيين كأنما هني قاعدة اشوفك على وشك الخروج من وضع والدخول في وضع جديد ولكن الجميل في هاي الكارت حق طاقتك هالشهر ان خروجك رح يكون انسيابي مو خروج مفاجئ مو خروج بطريقة ان تتخلى عن كل شي قديم لا بالعكس كأنما انت تدخل في شخصية جديدة لك قاعد تتعامل مع الامور بطريقة مختلفة ولكن انت كمان كانسان قاعد تتغير قاعد تتطور قاعد تنمو والتغير صير انسيابي لان شوف هذا الشخص يوازن نفسه على الخماسي القديم فاثناء ما هو متوجه الى الخماسي الجديد طاقة جدا جميلة مع الشريك خلنشوف كيف الشريك رح يقابل طاقتك اربعة الاكواب اوكي لان الشريك هناك كانما متعود انه دائما انت اللي تبادر انت اللي تعرض عليه شوف اربعة اكواب معناته صار في نمط عنده انه دائما انت اللي تعرض عليه او تاخذ خطوة تجاهها صح؟ ولكن الخطوة اللي انت رح تاخذها في طاقة مختلفة مو طاقة الماء اللي متعود عليها الشريك طاقة بورت السرطان الحنون الشاعري الهادئ اللي يسامح اللي قلبه كبير وما يهم من اللي ياخذ اول خطوة صح؟ فانت هني كانما الشريك يفكر انه انت متعمد الابتعاد عنه او عدم المبادرة لانه متعود انه دائما هون يجلس في مكانه وانت اللي تبادره ولكن انت لا اللي اشوفه هني انه مو قاعد حاط في بالك انه تتعمد تأذيه او حتى الضيقة وانما ابتديت تستطعم حلاوة النمو الشخصي انه انا من اكون كبرج السرطان بدون هذا الشخص في حياتي مو معناته اني اريد ان ابتعد عنه او لا افكر فيه او ما احبه ابدا ولكن ما الذي يعني ان انا اوازن نفسي اعرف امسك العصى من النصف ولكن بطاقة التراب الخماسيات من دون ان اكثر العطاء كثرة العطاء نعود الناس مثل ما اقولك انت تعود الناس او تعلمهم كيف يعملونك وهذا اللي صاير يا برج السرطان كانما هني هو متفاجئ شريكك وما يعرف شنون رح يتعامل معك رح يتفاجئ بتغييراتك الايجابية والنمو الشخصي على الصعيد الشخصي قاعد اتشوف هني نموك بعيد عنه او ما يخصه بشكل مباشر خلا نشوف اندي كارت العاشقين العاشقين هو كارت برج الجوزاء ممكن انك تتعامل مع برج هوائي او حتى تراب او هنا عندنا طاقة التراب ولكن دائما هذه طاقة توقم الروح او الشخص الثاني ممكن ايضا هذا يكون بالنسبة لك انت في هاي الطاقة ما بين الشيئين الجمع بين شيئين انت في مرحلة انتقالية مثل ما قتلك تعرف مرحلة النحت لما يكون عندنا قالب كبير ما في شكل ما في تعبير لانه مجرد قالب انت قاعد تنحب نفسك بنفسك خلال هاي الفترة قاعد تدخل في الشخص الجديد الشخصية الجديدة قاعد ترجع الى نفسك ولكن مو اي نفس النفس القوية شخصيتك القوية قاعد ترجع لها قاعد توجد نفسك خطواتك في طريق غير طريق الحب حتى لو كنت متزوج حتى لو كنت مرتبط يمكن صار لك فترة طويلة ان دائما مثلا تسوي الانشطة او تدير البيت تدير العلاقة مع الزوجة ومع الشريك بطريقة انه احنا دائما شركاء احنا دائما نسوي كل شيء مع بعض وانا دائما ارجع ارجع لشريكي في كل شيء قبل ما اخذ قرار اهني اشوفك لو ابتديت تاخذ طاقة الاعتماد على النفس انا من بدون شريكي لان اذا ما اعرف انا من بعيد عن هذا الشخص هاي اللي انت تقول يا برج السرطان اذا انا ما اعرف انا من بعيد عن هذا الشخص معناته ما اقدر اعطي اللي يتوقع مني معناته راح يظل مخضول هذا الانسان صح؟ اوكي الشمس كارت برج الاسد راح تكبر شوف الشمس دائما توضح الامور عندنا او معناته في طريق بينك وبين هذا الشخص اللي انت حطه في بالك ولكن مو الطريق الاعتيادي بما معناه مو قدلك انت هناك في سابق دائما تبادر ولكن اللي اشوفه هني لماذا هذا الشخص متأفئف ما قاعد ينظر لأي من المبادرات او او حتى يلقي نظرة او يعترف بجهودك لان تعود على هاي الشي فسلوكك هني لطريق مختلف قاعد يوضح لهذا الشريك او لهذا الشخص بشكل عام مكانتك في حياته ابتدى يشوفك انت نفسك في ضوء جديد شرت لما يكون عندنا لوحة جميلة او منحوطة معينة يحطونها في المعرض تحت افضل اضاءة انت هاي اللي مقبل عليه في المرحلة القادمة في نظر الشخص الثاني رح تصبح اللوحة المميزة او الشخص المميز رح تصل في نظره الى درجة من الكمال وينبهر حتى تكبر بعينه ولو انك كان متوقع ان دائما انت اللي راح تبادر ولكن هذا الشي تأكد اعتزازك بنفسك في الفترة القادمة رح يخليك تكبر بعينه الكرت اللي بعده ملكة السيوف الملكة اللي تعرف تحط حد طاقة السيوف تقريبا هي عكس طاقة الماء طاقة الماء هي طاقة الانسيابية اللي ما تحب المواجهة ولكن هنا انت قاعد طاقة وضع الحدود ارسم حدود صح؟ مو قدتلك انت هنا تنحت هذا مستوى ثاني للقوة اللي انت ان شاء الله خلال اسبوعين القادمين رح تصل فيها في هاي العلاقة مع هذا الشخص هذا الشخص مو محتاج حب عطيتك الكثير من الحب انت هنا محتاج طاقة توضيح شمس و سيوف احط لك حدود و افهمك و نقعد مع بعض هذا هي طاقتك نعم كرت الشراكة عند الشريك الغصنين رح يختار ان يدخل في العلاقة مثلا لو هو اللي كان عندها هذه الطاقة رجل داخل العلاقة و رجل خارج العلاقة اوقات يكون بارد اوقات حار اوقات يقترب اوقات يبتعد لكن وجود طاقة ملكة السيوف عندك رح تخليه يلتزم يثبت اتثبته مثل ما هاي الغصنين منغرسين في الارض رح يثبت لان الحقيقة اللي يحسها دائما هذا الشخص كان دائما يبحث عن شرارة فيك شرارة المواجهة شرارة الشجاعة شرارة التوضيح انت اثبت له و ما شف هذا المشوار فهذا رح يشوفك فضوء جديد و رح يكون جدا متحمس او منه و من نفسه حتى يلتزم معاك ما ينتظر منك انت اللي تبادر هو اللي يلتزم من نفسه هذا هو اللي انت ان شاء الله مقبل عليه مع الشريك خمسة الاكواب وداعا للمرحلة المؤلمة وداعا للمرحلة اللي انا دائما اطرق فيها الباب على هذا الشخص وما يجيب لا عجلة الحب تغير الوقت تغير الوقت اللي كان قوي اصبح ضعيف واللي كان ضعيف اصبح قوي تغيرت المعادلة بينك وبين هذا الشخص او على وشك انت تغير في الفترة القادمة اللي كانت له اليد العليا اصبح الحينه مستغرب لماذا برج السرطان ما يبادر او ما يلحق وراي او ما يسأل عني انا متعود ان دائما مثلا انت اللي تكون متواجد لان اتشوف برج السرطان مو من الابراج اللي يهتم في موضوع مثل الكرامة والكبرية لا من الابراج المتواضعة فهذا الشخص فهمك غلط ولكن في الفترة القادمة رح يفهمك وجدا صح بما انه عندنا كرت الشمس وهو كرت الوضوح الحقيقة رح يتضح له الجانب القوي منك الجانب الصارم منك رح يعجب في هذا الجانب ترى لا تخاف انه مثلا يهرب او اي شيء لا بالعكس رح يقف منتصب مكانه ثابت منغرس ويقول لك خلاص الحين لازم ناخذ فعلا خطوات جادة لانه تغير الوقت لانه اعرف انه ابتدى يخسر سيطرة على الوضع اسلوب القديم ما عاد ينفع معك ويأتي بنتيجة لانك خلاص تخطيت انت هنا اشوفك في خمس الاكواب تخطيت المرحلة المؤلمة او المرحلة اللي تنتظر فيها الشخص ان يقبل عرضك برج السرطان تشوفه في فترة القادمة توقف عن ارسال العروض تجاه الشريك حبا في نفسه التفاتا لنفسه دعنا نشوف الى ماذا سيتطور الوضع خلال اسابيع القادمة بينكم هذا كارت برج السرطان اوقات بعض التغييرات اللي نقوم فيها ممكن اثرها يكون سلبي مع الشريك ولكن التغييرات اللي انت مقبل عليه يا برج السرطان جدا جميلة رح تكون طريقك المختصر الى قلب وعقل هذا الشخص واحترامة حتى نشوف كارتك انت تسعة الاخصان عدم الاستسلام الثبوت والصمود تقريبا مثل ملكة السيوف ثابت وصامد مصر على موقفك مصر على انا واقفة هني انت تقول انا واقفة هني ما راح قلتلك ما راح اقدم عروض اكثر ما راح ارسل اي خطوات ما راح اقوم باي خطوات حتى تجاهك خلاص انتهيت من المبادرات انا واقفة هني اذا شعرت بالرغبة انت تفضل عندي هني واقف وارجي السرطان واقف وثابت خلنا نشوف الشريك ثلاثة السيوف الشريك جدا راح يكون راح يكون جدا مصطوم من طريقة تصرفك قرى عندك واي طاقة هوائية هني احتمال انك تتعامل مع شخص هوائي وانعكست الطاقة ليش عندنا هني انعكس اللي كان فوق صار تحت واللي تحت صار فوق اللي كان يتعامل باسلوب دائما مائي ولطيف اصبح الان الشخص القوي في العلاقة واللي كان دائما متعود انه يحصل على كل شيء بالراحة اصبح مخذول ومصدوم ان شلون برج السرطان من وين اتت لهاي القوة والثقة يتصرف بهاي الطريقة ولكن قاعد اشوف في النهاية شوف ثلاثة السيوف هو الم او صدمة نعم ولكن الصدمة دائما يأتي بعدها شفاء لتوازن هذه العلاقة لطريقة تعاملك حتى على المدى الطويل انت ما تبي تغييرات مؤقتة انت تبي تغييرات تدوم مع هذا الشخص فحان الوقت يا برج السرطان ان نضع الامور في نصابها الصحيح مع هذا الشريك اللي بالعكس رح يستقبل تغييراتك بكل احترام وتقدير عندنا هني رغبة في ان ينظم اليك عزيزي برج السرطان هذه كانت قراءتك لشهر يونيو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر